رغم كمان من توقف الحياة الكروية لكن هناك صراح خفي بين القطبين نادي الأهلي والزمالك على ضم نجم مغربي جديد وهو وليد الكارتي صنع العاب الوداد المغربي للتعاقد معاه خلال فترة الانتقالات الصيفية اللي جاية ان شاء الله والكلام ده اللي أكدته وسائل الأعلام المغربية ان القطبية الكرة المصرية عندهم الرغبة في ضم الكارتي احد ابرز نجوم الدوري المغربي وانه بالفعل الزمالك كان دخل في مفاوضات مع اللاعب قبل توقف النشاط الكرة ويمكن طلعنا اتكلمنا عن الموضوع ان زمالك بيفاوض الكارتي وعايزه ان هو يكون موجود معاه الموسم اللي جاي ولكن بسبب الازمة طبعا تم تأجيل الموضوع كله حتى وضوح الرؤية والجديد كمان بقى ان الأهلي بيفكر في التعاقد مع اللاعب من ضمن الخيارات المطروحة لتعويض رحيل اكيد رمضان صبحي اللي اصبح خلاص دلوقتي قريب او ان هو يا رحل الراجل لما طلع حتى تتكلم وقال انا حابب ان انا اكمل تجربتي الاحترافية سواء في الدورة الانجليزية او هكون ممكن اكمل بقى في هادس فلد اروح ايا كان في الدورة الانجليزية والراجل ابدى رغبته ان هو عايز اكمل تجربته الاحترافية لعيب لسه صغير سنا بيمتلك الكثير والكثير من المهارات افاد اكيد النادي الاهلي والنادي الاهلي افاد رمضان صبحي في الفترة اللي فات لو حسبتها نسبيا رمضان ما كانش بيشارك هناك بشكل اساسي كان بعيد عن الصورة تماما النادي الاهلي كان محتاج حد في الحتة دي جي رمضان صبحي زي ما هو فاد النادي الاهلي اعتقد ان النادي الاهلي فاد رمضان صبحي بنفس الفكرة عشان كده يمكن النادي الاهلي دخل في الصفقة عشان يعوض غياب رمضان صبحي او رحيل رمضان صبحي اللي ممكن يكون موجود في نهاية الموسم الحالي اشتركوا في القناة